بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أهلا وسهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من حديث الروح سائلني الله سبحانه وتعالى أن يسري إلى القلب والروح الحيوان الحيوانات تلك المخلوقات التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها روحا وجعل فيها حياة وهي الحيوان أكثر وضوحا في الحياة من غيره وإن كان الحياة سارية في كثير من الكائنات حتى في كل الكائنات يقول الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم نمى الحيوانات خصوصا الحيوانات المجاورة لنا والتي تمر علينا فيها من الروح وبهذا الاعتبار ولهذا الأمر جعلهم الله سبحانه وتعالى أمانة في أعناقنا نعم جعلنا الله سبحانه وتعالى أي كل من هو من أولاد آدم أو من بنات آدم أيضا كلنا أمناء في هذه الحياة وفي هذه الأرض ومن هذه الأمانة مسؤولية هذه المخلوقات التي هي الحيوانات التي جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الروح فنحن مسؤولون عنها لسنا مسؤولين عن أنفسنا فقط نحن مسؤولين عن رعاية هذه المخلوقات والقيام بهذه الأمانة وضبط هذه الأمانة ولذلك الإحسان إليها جعله الله سبحانه وتعالى بابا للجنة ونذكر في هذا ذلك الرجل أو تلك المرأة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كانت سائرة في السحراء أو كان سائرا وهما روايتان أو كان سائرا في السحراء فوجد كلبا يلهث الثرى من كثرة العطش فأحسن إليه أو أحسنت إليه ونزل وخلع حذاءه أو ما أشبهه وجعل فيه شيئا من الماء وسقلق الكلب في بعض الروايات أن هذه المرأة كانت بغيجا لكن نصول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه بهذه الفعلة غفر الله لها ما تقدم من ذنبه بالرفق بالرحمة بالإحسان إلى هذا الكائن الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه روحا وحياة بعكس المرأة الأخرى التي حبست هرة قطة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من قشاش الأرض حتى ماتت القطة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها دخلت النار بسبب هذه القطة القضية في الأمانة القضية في تلك الرحمة السر الذي جعله الله سبحانه وتعالى فينا تجاه خلقه ممن أمننا سبحانه وتعالى عليهم لا تطالهم يد الاعتداء لا تطالهم يد الاعتداء كثير من الناس يستسهل في نفسه ويعلم أولاده للأسف أن يستسهلوا الاعتداء على هذه المخلوقات هذه المخلوقات العجماء والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا وحتى جاء في الحديث أنه ما من عصفور يذبح بغير حق إلا عج إلى الله سبحانه وتعالى يشتكي يقول يا ربي يختصم هذا الذي اعتدى عليه يقول له يا ربي هذا اعتدى علي بغير حق فخذ لي حقي منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما هذا هذا لأن هذه المخلوقات أمانة لأننا مستأمنون في هذه الحياة ومستأمنون على هذه المخلوقات لا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عطل مسيرة الجيش من أجل حمامة وبيضتها إن النبي صلى الله عليه وسلم تفاعلت معه هذه المخلوقات لما فهمت منطقه ولما اطلعت على رحمته تفاعلت معه هذه المخلوقات فحنت له الغزالة واشتكى إليه الجمل وكان لسان حالهم جميعا أيا رحمة الله سبحانه وتعالى للعالمين ادعو أمتك أن تكون رحمة بنا أشمعين شكرا لحضراتكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أشمعين